موسيقى السلام عليكم أحبتي طلاب الصف الأول الأساسي أهلا وسهلا بكم من جديد أحبة الصغار كل يوم نكبر وتكبر معنا الأعداد أخذنا الأعداد من صفر إلى عشرون والآن ستكبر معنا الأعداد ونأخذ أعداد جديدة من خلال الدرس التالي وهو الأعداد من واحد وعشرون إلى تسعة وعشرون هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا أحبتي نتذكر الأعداد التي مرت معنا سابقا ونغني من أحد عشر إلى عشرون معا إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين تسعة عشر عشرين والآن أحبة الصغار بعدما استمعنا إلى الأغنية هيا بنا نحضر القلم ونبدأ بكتابة الأعداد من سبعة إلى هيا نكمل ونتعرف إلى أين سنصل سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر إثنى عشر ثلاثة عشر العدد التالي أحسنتم أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر أحسنتم عشرون هذه الأعداد مرت معنا سابقا هناك أعداد أكبر من العدد عشرون سنتعلمها الآن سنتعلم الأعداد أحبة الجديدة من خلال هذه القصة هيا بنا نقرأ يصادف يوم الحادي والعشرين من شهر آذار كل عام يوم الأم احتفلت أسرة مروان في هذا اليوم فأحضرت كعكة لذيذة وقدم الأبناء لأمهم أزهارا رائعة نلاحظ أحبة الصغار في هذه الصورة مجموعة كبيرة من الأزهار وكذلك مجموعة كبيرة من البالونات وهذه كعكة ماما ولأن أحبة الصغار عدد البالونات عدد البالونات أحسنتم لدينا هنا عشرون زهرة وعشرون بالونا وهذا البالون بدون زهرة وهو عدد جديد سنضيفه إلى العدد عشرون هذا ما سنتعلمه من خلال السؤال هيا بنا أمثل عدد الأزهار وعدد البالونات بالأجسام الحسابية وأكتب العدد المناسب في الشكل وأقرأه أحبة الصغار نتذكر أنه في الأجسام الحسابية الأجسام المنفردة تمثل الأحد وهذه المركبة تمثل العشرات هل لدينا هنا أحد؟ أحسنتم لا يوجد أحد إذن نكتب صفرا وكم عدد العشرات؟ أحسنتم لدينا هنا عشرة وهذه عشرة إذن لدينا عشرتين صفر أحد واثنين عشرات هذا هو العدد أحسنتم إنه العدد عشرون والآن إذن عدد الزهرات عشرون وعدد البالونات كم عدد الآحد؟ أحسنتم عدد الآحد واحد وجسما حسابيا واحدا وكم عدد العشرات؟ أحسنتم عشرتين إذن لدينا واحد آحد واثنين عشرات وهذا هو العدد الجديد أحسنتم واحد وعشرون إذن عدد البالونات واحد وعشرون هل هناك أعداد أخرى؟ بالطبع هناك أعداد أخرى سنتعلمها في التمارين اللاحقة كونوا معي والآن أحبة الصغار هيا بنا نحول هذا التمارين معا أكتبوا الآحد والعشرات في لوحات المنازل ثم أكتب العدد بالرموز في الشكل وأقرأه بدأنا هنا أحبة عواد المثلجات نتذكر أيضا العواد المنفردة تمثل الآحد والحزم تمثل العشرات كم عدد الآحد هنا؟ أحسنتم اثنين وكم حزمة من العشرات؟ حزمتين أي عشرتين إذن اثنين عشرات اثنين آحد واثنين عشرات هذا العدد الجديد هو اثنان وعشرون نقرأها بالكلمات اثنان وعشرون هيا بنا ننتقل إلى المثال التالي كم عدد الآحد؟ كم عود منفرد؟ أحسنتم ثلاثة آحد والعشرات اثنين عشرات ثلاثة آحد واثنين عشرات هذا العدد هو ثلاث وعشرون هكذا بالرموز وهكذا بالكلمات ثلاث وعشرون هيا بنا ننتقل إلى صديقنا أحسنتم إنه صديقنا المعداد نتذكر أن المنزل الأولى فيه هي منزلات الآحد والمنزلة الثانية هي منزلات العشرات هيا بنا نعد عدد الخرزات في الآحد واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة إذن نكتب هنا ستة أحد وكم عشرة هنا؟ أحسنتم عشرتين ما هذا العدد الذي يتكون من ستة أحد واثنين عشرات هيا نقرأ أحسنتم إنه العدد ستة وعشرون ستة وعشرون بالكلمات ننتقل إلى المعداد التالي هيا بنا نعد الأحد ومن ثم العشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سبعة أحد واثنين عشرات هذا هو العدد سبع وعشرون إذن ما هي الأعداد الجديدة التي تعلمناها من خلال هذا التمرين؟ هيا نقرأ معا اثنان وعشرون ثلاث وعشرون ست وعشرون وسبع وعشرون هل بقي أعداد جديدة في هذا الدارس؟ نعم تابعوني ولأنا أحبة الصغار هيا بنا نتعرف إلى أعداد جديدة من خلال هذا التمرين أكتب العدد المناسب في الدائرة لدينا هنا أحبة الصغار النقود هذه تمثل الأحد وهذه الزرقاء تمثل العشرات كم عدد الأحد؟ أحسنتم أربعة وكم عدد العشرات؟ عشرتين نقول أربعة أحد واثنين عشرات ما هو هذا العدد؟ أحسنتم إنه العدد أربع وعشرون ننتقل إلى الأجسام الحسابية ونتعلم عددا جديدا نعد الأحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب خمسة أحد وكم عدد العشرات؟ أحسنتم عشرتين نقول خمس وعشرون إذن تعلمنا عددين جديدين هما أحسنتم أربعة وعشرون وخمسة وعشرون والآن أحبة الصغار بعد أن تعلمنا هذه العدد كلها ما رأيكم أن تحملوا القلم؟ ونبدأ بكتابة الأعداد هيا بنا سنكتب العدد أحبتي من عشرون حتى تسع وعشرون ونرتبها ترتيبا تصاعديا أعد تصاعديا وأكتب الأعداد هيا بنا عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون العدد التالي للعدد سبعة وعشرون هو أحسنتم ثمانية وعشرون والتالي للثمانية وعشرون هو العدد تسعة وعشرون إذن أحبتي كتبنا الأعداد بشكل تصاعدي من عشرون إلى تسعة وعشرون هيا نقرأها بشكل سريع 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 والآن أحبة الصغار هيا بنا نحل هذا التمرين نقرأ المطلوب أكتبوا الأعداد الآتية بالصورة الموسعة إذن هنا الأعداد كتبت بالصورة أحسنتم بالصورة المختصرة والآن سنعمل على كتابتها بالصورة الموسعة نقرأ 21 يتكون العدد 21 من منزلتين منزلة الأحد ومنزلة العشرات واحد في منزلة الأحد يبقى واحد واثنين في منزلة العشرات قيمتها أحسنتم 20 إذن نقول 1 زائد 20 هذه هي الصورة الموسعة للعدد 21 والآن أربع وعشرون أربع في منزلة الأحد تبقى كما هي أربع واثنين في منزلة العشرات تساوي أحسنتم تساوي 20 إذن أربع زائد 20 يساوي أربع وعشرون وأيضا هذه هي الصورة الموسعة للعدد أربع وعشرون والآن عشرون تتكون من صفر زائد عشرون أحسنتم صفر زائد عشرون ويساوي عشرون وأيضا هذه الصور الموسعة لهذه الأعداد والآن أحبة الصغر هيا بنا نحل هذا التمرين معا أقرأ الأعداد الآدية وأكتبها بالرموز في الشكل نبدأ في العدد الأول هيا بنا نقرأ سبع وعشرون هيا بنا نكتب سبع وعشرون بالرموز هذه سبع وعشرون سبع في منزلة الأحد واثنين في منزلة العشرات نقرأ ستة أحد واثنين عشرات ستة أحد أي ستة في منزلة الأحد واثنين في منزلة العشرات ما هو هذا العدد؟ أحسنتم إنه العدد ستة وعشرون والآن أحبة الصغار هيا بنا نقرأ خمسة زائد عشرون نلاحظ هنا خمسة في منزلة الآحد وعشرون أي تمثل عشرتين في منزلة العشرات إذن خمس وعشرون إذن أحبة الصغار كتبنا هنا الأعداد بالرموز هيا بنا ننتقل إلى المهمة التعليمية أفكر أكتب عدداً واحداً بين عشرون وتسعة وعشرون يكون فيه مجموع رقمي أحده وعشراته يساوي عشرة أحبة الصغار في النهاية بإمكانكم مشاهدة هذا الموقف مرة أو أكثر من مرة من خلال الكود والرابط أسفل الشاشة إلى اللقاء يا أصدقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر